كان دور برزان معروف شما حتى مرة مذكراته قال أنا ثبتت صدام حسين الرئيس وقبل ما يعدم الرئيس صدام بيوم منطلب أن يشوف أخوته حتى يتواهبون بالسجن بالسجن هما هناك أشخاص يتحدثون نحن موضد ولا أخوة ما عدنا شيئا بس هاي التاريخ رفض برزان أنا هاي نقلة من المعتقل رفضي قابله قالوا ليش مو قالهم أنا ثبتت ويبدو مو في طلاعه يعني يقصد الرئيس ايه يعني هو من عفاء من المخابرات هو الداسف يعتبر هاي هو الخلاف خلاف التافح يا أخي بين برزان وبين صدام شنوه الخلاف شنوه هو مو بس بين صدام وأخوته أخوته من أمه بوطبان وسبعة وبرزان رادو رغد بتصدام الابن أخوهم قالهم لا أنا نطيت الحسين لأنه حسين كامل ابن عمي داقي شي صير مني شي صير ابن أخوكم اللي ما يقرب يعني ادهام مثلا شي يقرب صدام ما يقرب لش يعني ابن إبراهيم الحسن ابراهيم زوج أم صد يعني من العشيرة بالله بعدين بس كقرب يعني قضية عائلية بضبط على هاي اثنين صدام عنده هاي يميل يعني لأبناء العم درجة أولى وأكو درجات ابن الخال وبن ابن العم هكذا فهو قالوا ماني انطيت هاي وبعدين برزان ليش اغتاض يعني كان وعدة من انطى بنت العدي بتبرزان يعني هي بتخالتها وبتعمها فكان على اساس بالمقابل حلة تكون لمحمد ابن برزان فبعدين الرئيس يبدو ما انطهم اش كان خاطبها حكيم أخو حسين بعدين اخذها جمال يعني صدام عنده درجات بالقربة عنده ولده العام أولا يعني حتى هو لو يريد مثلا من ضرب عبد الكريم أعمامة تبرعوا منها ما يعني سلطة أو كذا يعني هو تربيته وقضاء أكثر عمره وخاله خير الله هو ابراهيم الحسن يعني يعني مش عشان بعيد عن أعمامة فهذا الخلاف فبعدين سبعة وشوية خشم من يعني ما فالزعل عفاهم كلهم ومرة يمكن بلقاوية جريدة خليجية سألة صحفي كويتي قال ليش عفيت برزام وقال موكفو يعني ما رأي يقول شنو التفاصيل هذا كان سبب الخلاف ولا ماكو غير شي